عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطعات المختلفة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة لافتاً إلى استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنصيق بين الوزرات والجهات المعنية هذا وأوضح مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تجهيز الفرصة لاستثمارية المتاحة في القطعات المختلفة وجهود العمل على الترويج لهذه الفرص